موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا النهاردة جماعيكم مهم كده بخصوص حماية الفلاشة او الميموري كارد بتاعتك طبعا كتير مننا بيروح مثلا يوصل الفلاشة بتاعته على الجهاز واحد صاحبه او جهاز واحد قريبه يعني على اساسه ان هو يدي له برنامج او ياخد من عنده برنامج او لعبة او اي حاجة من دي وفجأة يوصل الفلاشة في جهازه تاني يجد الجهاز بتاع كله او فيروس مغير ما هو يحس وده طبعا بيبناتج عن فيروس اسمه او فيروسات الترويجان او يعني انواع كتير من الفيروسات طبعا الفيروس يتنقل على الفلاشة مغير ما انت تحس ويش بتبقى عارف ان انت عندك فيروس لو انت طبعا ما عندكش انت فيروس قوي على الجهاز بتاعك مش هيقدر يوقف الفيروس ده تمام؟ النهاردة ان شاء الله هيتعلم طريقة هنقفل بها الفلاش بحيث ان اي حاجة تدخل على الفلاش او اي فارس يتنقل على الفلاش من جهاز غير جهازك ميتنقلش على الفلاش بسهولة تمام؟ مش هيتنقل اساسا يعني الفلاش هيتبقى مقفولة انا كنت عامل فيديو قبل كده على القناة بتاعتي طريقة حماية الفلاش ديس بحيث ان انت ما تنقلش عليها حاجة او ما تاخدش من عليها حاجة تمام؟ لانهاردة برضه سيكون موضوعنا شبيه بالموضوع اللي انا شرحت قبل كده لكن سيكون كيف تقفل الفلاش عشان ما يتنقلش فيروسات تمام؟ سنستخدم برنامج اسمه Drive Protect كل ما عليك ان انت هتبقى موصل الفلاش بتاعتك على الجهاز كما نرى تمام بس قبل ما تفتح البرنامج بتاع Drive Protect لازم تتأكد الاول ان الفلاشة بتاعتك شغلة من نظام NTFS مش FAT32 تمام؟ يعني هنا مكتوب فايل سيستم FAT32 عشان تخليها NTFS لازم تعمل لها فورمات تمام؟ فانت لو عندك حاجة على الفلاشة هتنقلها بره بعد انت فارمت الفلاشة هتجي هنا كليك كمين على الفلاشة بتعمل فورمات تمام؟ وتقطار من هنا نTFS اول واحدة بعد كده تقوم بسطارت اوكي وتستنى لحد ما يعمل فورمات للفلاشة خلاص هنا قالك فورمات complete يعني عمل فورمات للفلاشة بعد بصيغة NTFS لو رحنا عليها كليك كليك كمين وعملنا بروبيرتس هتجي ان الفلاشة بصيغة NTFS تمام؟ دلوقتي لو انا رحت مثلا اخدت اي فايل مثلا اخدت مثلا فولدر البرنامج اخدت كوبي تمام؟ رحت احطها على الفلاشة هيتحط معي اعادي مزرق اي مشاكل تمام؟ طيب عشان نحمي بقى الفلاشة عشان بحيث ان احنا لما نجي نعمل كوبي عليها او نحط ملف عليها او ينجي ينزل له فيروس ترفضه او ما تقبلهش سنجح على البرنامج نفتحه مجددين عليها سيفتح معاهدنا كما ا jus اه كل ما عليك ان انت سيجي ان تختار الفلاشة بتاعتك هي او قرية تمام، هي نTFS تمام؟ و هندوس علي Start Protection أو بد تمام؟ هالي هي ايه؟ ابدأ الحماية هندوس عليها خلاص قالك أه Operation Complete تمام كده بعد كدا اقول له اوكي وستقف البرنامج لو رحنا هذا الوقت مثلا عملنا فايل جديد مثلا اي ملف ويجبنا مثلا نوضع وروحنا على الفلاش عشان نضعه تمام زي ما انت شايف هنا قالك رفض انه يعمل كوبي او نسخ على الفلاش تمام لو دست ترايجين برضو مفيش اي فايدة لو اتشغلت على رأسك كده برضو مش هينزلك الملف على الفلاشة بتاعه طبعا زي ما انا شايفين برضو هنا نزلينا فولر اسمه انبروتكتد ده بيبقى خاص بالبرنامج حتى لو انت مسحته من علاق الفلاشة هتفضل الفلاشة محمية زي ما هي تمام اذا دلوقتي انت لو وصلت الفلاشة على جهاز كمبيوتر غير جهازك والجهاز ده عريب فيروس وحاولت نقل على الفلاشة الفلاشة مش هيتخل على الفلاشة زي ما احنا شفنا بيبقى عمله اكسيس دنايت تمام عشان توقف البرتكت او الحماية عن الفلاشة بتروح تفتح البرنامج تاني تمام وبعدين بتدوس على كلمة اقاف او ستوب بروتيكشن هنا اقل لك بردو تمام لو رحنا دلوقتي اخدنا الملف ده كت وروحنا على الفلاشة وحطناه هنا هينزل عادي زي ما احنا شايفين اهو ده تمام اتمنى يكون الموضوع سهل ووصيب بالنسبة لكم طبعا البرنامج متنسوش ان هو مترجم من يعني ترجمة حصرية انا المترجع انا اللي معربه تمام الملف ده ما تمسحوش من البرنامج يعني يخليه دايما معاك جنب البرنامج عشان هو ده اللي بيبقى جواه اللغة بتاعت البرنامج طبعا برضه حاجة مهمة لو انت مثلا عايز تحط البرنامج على فلاشة تاخده معاك على اي جهاز تادي بحيث ان انت تقدر تفك الحماية او تشغل على الفلاشة بتاعتك تقدر تحطه برضه على فلاشة من دير اي مشاكل يعني برنامج متنقل معاك في اي جهاز اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط تكونوا استفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته